هناك أيضاً إبادة أنا أسميها مكانية إضافة إلى الإبادة البشرية هناك إبادة مكانية بمعنى أن هذا المكان مساحة قطاع غزة هم يعتبرونها في أدبياتهم السياسية والتوراتية جزءاً لا يتجزأ من أرض إسرائيل وكثرت الأصوات والفتاوى الحاخامية التي انطلقت في الآونة الأخيرة وتطالب بإعادة احتلال غزة واستيطانها وهم يعدون العدة من أجل العودة الاستيطانية إلى غزة فالإبادة المكانية تدمير هذا المكان يعني مثلاً غزة المدينة المركزية في قطاع غزة محوا غزة عن وجه الأرض تسويتها بالأرض وإخلاء طبعاً بعد إخلاء كل سكانها وبالتالي عودة الاستيطان اليهود لها وضمها إلى أرض إسرائيل فهذه إبادة مكانية تدمير ما هو فوق الأرض ترحيل كل السكان عنها وضمها إلى الجغرافيا الصهيونية ترجمة نانسي قنقر